كيف يصل إعلان الله أو وحي الله للبشر نقدر أنه يصل من خلال ثلاث خطوات الخطوة الأولى وهي كلمات الله أو إعلان الله للأواني الوحي الذي هو النبي الشخص الإنسان البشري العنصر البشري الذي يستخدمه الله ويستقبل هذا الوحي فده إحنا نسميه الإعلان بعد كده هذا الشخص الذي استقبل الوحي يبدأ في الكتابة على الأوراق فده إحنا نقدر نقول ده الوحي لأنه الله هو المسؤول عن توصيل كلمته للنبي والله كمان هو المسؤول عن أنه هذا النبي يخط ما أعلن إليه يعني مش الله بيوصلها له ويكتب اللي هو عايزه لكن الله يقوله في الكتابة بعد كده الخطوة الثالثة هي وصول هذا الذي كتب إلى قلب وعقل القارئ وهذا إحنا نسميه يسمى الإدراك وبرضو الله هو الذي يتدخل في هذا الأمر فمن الله إلى عوان الوحي النبي من النبي إلى الأوراق من الأوراق إلى قلب القارئ الله مسؤول عن هذه المراحل الثلاثة